طيب في حضر سؤالين كده بسرعة كده علينا نتكلم فيهم حكاية الحقنة اللي خدها في أمريكا وقصرت عليها حوالي عشرين سنة انت كنت حاضر الكلام ده اه ايه بقى قصة الحقنة دي قصة الحقنة انت كنت معنا في لوس انجلوس انا قلت انا نجم النجوم اه نجم النجوم اردت في دقيقة ورجعت المتش التاني المتش ايطاليا المهمة يا كابتن يوميها لو تفتكر احنا اول تمرين لما نزلنا وبعدين كان الليل نهار والنهار ليل لانا فيه فال 12 ساعة ومعرفش مين شات كرة فراح جاية لقنه لفته ودهره مش قادر يتحرك ولا لقبته مش عارف حرك هايمين ولا شمال فيعمل ايه فخد الله رحمه كابتن عبدالصالح وراحوا والدكتور خطاب وانا في البلج كبير اولا كان فيه بالقرق الانبية راح المستشفى بتاعت القرق الانبية اه 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 انا كنت معاه سنتر كبير اول وراحته وانا مش عارف كنت بعمل ما جيتش معاكم انهم المهمة رحته وقالوا له الحونة دي بس هيبقى لها تأثير سالبك كده فالكابتن عبدالصال لا 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 انا ما عبرش ومش حمضي على كلام زي كده وراحت انت راجع انت وهو وراجع معا ده ده الاول لما قلوله رقابته هو خدوه نايموه على الترابيزة خلوا دماغه دي الترابيزة والراجل قاعد يربط بفوطة على الانبتاع دي فتقول لي عملت ايه بتربط سامولة ولا ايه فاسمحنا تقطاقة تقطاقة دي كانت في الرقبة بتاعت الخطيب بونكوتر مكورة جات ودماغه لفت وبتاعه كلام ده بس هو افتكر خلاص كده انما هي كان لها اثار سالبية بعد كده رحت انتو جايين رجعت انت وهو كابتن عبدو وراح من وراكو لما كابتن عبدو مرضاش يمضي كلمت كابتن زامر ايه زامر عزة الله ارحمه فبرضو مرضاش يمضي فكت انا رجعت انا معرفش اعزة فتكر كت فين المهم رجعت فلاقيه انت كنت فين قلت له ولا حاجة كنت بجيب ايه عشان عندنا بكرة التمرين ايه فانا بقول لهم ايه الحاجات بتدي البرنامج عشان احجزوا الباص اللي احنا نمشي الساعة كزا والساعة كزا والكلام ده المهم قال لي طب تعالى حاسس لنا احاسس بها مدان شوية الخطيب اه طب تعالى قال بس ان اتمشى معايا ناخد اللي عند السنتر هنا انا وطب تعالى ادخلت فبتكلم باللغة وبقول لهم كزا فقال لي لا تعالى عنخش هنا قلت له انا تجيت هنا قبل كده اقول ليه احنا ما عارفش وما قال ليش اه فالمهم ما دخلنا يا عم استنى انت رقع فين اه انت عارف الحتة دي ايو ايو يا جابت انت عالا بس تعالا طيب مشيت معا اول ما مشيت معا فروحت فقالهم ما وكبت خدوا الريقر شوه تباصل معي الكارت بتاع الادركيشن ده فبس قال له اوكي لان مكتوب كوتش او بتاعه ايجيبت طب عاوزينك توقع الورقة دي طب عرف هتوقع قال لي وقع جب تقولي اه اعرف هواقع على ايه لا يكون حيوقعونا على حاجة على حاجة غلطة كده فالراجل دكتورة يا ماهي بتقول لي هو هياخد حقنة لان رقابته فيها كذا 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 وبالتالي لازم ندير الحقنة دي طب الحقنة دي يعني خلي يلعب يبقى كويس قال لي اه هي يعني بتقول لي اه بس تلاقي بط اقت لها اي بط دي لسه في ايه جلت لي انها حيبقالها تأثير سلبي بعد 20 سنة كانت كرتزون وبيت Pearceane بعد.. بعد 20 سنة فوقال τη يكون بطلت بس مش حتيجي لاجنة أدار رأي ألمبيه تاني يعني انت عايز ناجي هنا مالعبش دارة ألمبيه يعني بعد العمر ده كله مالعبش ده هكذا كاس حالة من دارة ألمبيه ودارة ألمبيه كبيرة زي كاس العالم يعني قوتها وكده ده اللعيب قلوب الجيمز ده أكثر من الكاس العالم فالمهم رحت إيه قال لي بس سمدي وأنا وكده ماضي خلصت على الراجل أكد وخد الحقن وروحنا وتاني نزل التمرين بقى وبعد بكرا الماتش فبيعمل كده فالكابتن عبده يا محمود ما كانش يقول لها بيبو يا محمود يقول لها يا كابتن قال له إيه انت شايفك نازلت مني قال له ما أنا فكت أنا نمت صحيح ما ليش حاجة قال لي الله 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 فقال له جد المهم مشي اتمر ما أحسش بأي حاجة ولعد بدأت الحاجات دي تظهر له والأثار اللي هو فيها وبيعاني منها دي سببها الحقنة اللي كان خدها في العصب في العمود التقري سنة 84 بمناسبة لوس أنجلس بيعاني طول عمره بيعاني من الصبات والتاع فربنا يكرمه ويفرجع عليه يا رب إن شاء الله اللهم المترجم للقناة